الحقيقة احنا النهاردة انا وزميلي معالي الوزير الشريف الشربيني ووزير الاسكان حبينا ان احنا نكون معاكم النهاردة مع زميلنا من القطاعات الدولة والتنفيذية المختلفة علشان نقدر نقول على ما تم تدوله في الفترة الاخيرة الخاص بحالات النزلات المعوية في اسوار هحكي لحضراتكم بعض المعلومات البسيطة اللي ممكن تكون لها دلالات اول ظهور لحالات نزلات المعوية كانت في بدايتها بالنسبة لنا لما عرفنا كانت يوم 16-9 16 سبتمبر وكانت عبارة عن نزلات المعوية قيء ومغص واسهال وارتفاع في درجات الحرارة لكن الحقيقة ما ابتدتش في يوم الـ 2016 لكن كانت بدأت قابليها بيومين ثلاثة ولكن من خلال جهزة الرصد اللي موجودة في وزارة الصحة ومدريت شؤون الصحية بأسوان اللي أفادت أن فيه 8 حالات بيعانوا من نزلات معوية في مستشفى دراو وعدد 22 حالة من منطقة بوريش الحقيقة الاشتراك في المناطق الجغرافية هو اللي خلال مدريت شؤون الصحية تبلغ أجهزة الرصد في وزارة الصحة اللي احنا متعاهدين أن احنا عندنا رصد على مدار اليوم في كل محافظات الجمهورية وبالتالي منذ هذا التاريخ بتدينا أن احنا نتعامل من خلال لجان لإدارة الموقف ممثلة من قطاعات الوزارة المختلفة وبالتعاون مع أجهزة المحافظة ومع الأجهزة المعنية بهذا المجال إجمالي الحالات التي ترددت بحالات نزلة معوية من يوم 11 أو 12 سبتمبر إلى اليوم حوالي 480 حالة التردد بمعنى أنه تردد على المستشفى زي اللي احنا موجودين فيها في وحدات الرعاية أو في أقصب في الارتوارئ مجرد أنه هو بيشتكي من الشكوى تم الكشف عليه أخذ العلاج وروح منزله لأن كانت العراض بسيطة هذا معنى كلمة تردد أما الحالات التي تم حجزها اللي هي بقى بنرتقي هنا الطبيب المعالج أنه محتاج أنه يبقى تحت عناية سواء بتركيب محليل عن طريق الوريد أو تعويض بعض الوظائف الحيوية التي نتجت نتيجة أنه هو مجاش في التعالج في الوقت المناسب كانت 168 حالة خرجوا منهم 49 حالة تحسنت وبقى 78 حالة في القسم الداخلي في المستشفى يتمثلون للشفاء يمكن حضراتكم شفتوا معنا وإحنا منزول المستشفيات كل الحالات مستقرة جدا و36 حالة لازالوا في العناية المتوسطة والمركزة من اللي بيعانوا من أمراض مزمنة لأن طبعا كثير منهم من أصحاب الأمراض المزمنة كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة أو عندهم مرضى غسيلة الكالوي المزمنة ترجمة نانسي قنقر